كيف يستفيد الأطفال من طلاء مادة الفلورايد في هذا الفيديو سوف نشرح لكم حجم هذه الاستفادة على المادة الطويل طلاء الفلورايد هو إجراء سهل التطبيق وآمن جداً في الاستخدام لمحاربة ومنع تسوس الأسنان يعمل هذا التطبيق من خلال اختراق المادة الفعالة لسطح السن الخارجي مادة المينة والتفاعل معها بحيث ينتج مادة شديدة الصلابة مقاومة للتسوس وتمنع تآكل السن تقوم كذلك هذه المادة الجديدة بمقاومة امتداد أي تسوس قديم أصبحت الآن صحة الفم والأسنان هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة لأطفالنا الأطفال الصغار عموماً لا يروا طبيب الأسنان إلا في حالات الألم أو الطوارئ بينما يعرضوا على الطبيب العام قرابة 11 مرة خلال ثلاث سنوات من عمرهم بغرض الكشف والتطعيمات طلاء الفورايد هو بمثابة ضرورة للحفاظ على صحة وسلامة الفم والأسنان لأطفالنا عملياً لا يستغرق هذا الطلاء أكثر من دقيقتين وهي عملية سهلة جداً ينظف السن بقطعة جافة من الشاش حتى يجف تماماً نقوم بطلاء وديهان أسطح السن بواسطة فورشاة صغيرة مغطاة بمادة الفورايد اللازجة والتي تتسلب بمجرد ملامساتها للعاب يمكن للأطفال بعدها تناول الطعام والشراب مباشرة بشرط أن لا يكون طعام خشن وذلك لباقي اليوم يحذر استخدام فرشات الأسنان والمعجون أو الخيط السني في نفس اليوم ويمكن استخدامهم في اليوم التالي طلاء الأسنان بالفورايد عملية آمنة تماماً ونتائجها ممتازة يمكن تطبيقها بعد ظهور أول سن أثبتت الدراسات الإكلينيكية أن الأطفال الذين يواضحون على الطلاء كل ثلاثة أشهر هم أقل عرضة للتسوس بكثير عن الآخرين كما أثبتت الدراسات كذلك أن الفورايد هو طريقة آمنة ومؤثرة للتأكد من خلو أسنانهم من التسوس نبارك لكل من قام باستخدام طلاء الفورايد لأسنان أطفاله من أجل حمايتها من التسوس باعتبار أنها خطوة هامة من أجل الحفاظ على أسنان أطفالكم سليمة كذلك الصحة العامة وصحة الفم طوال حياتهم ترجمة نانسي قنقر